المجلة كمان اشارت لتشكيل اول فريق لكرة السلة بالاهلي عام الف تسعمية وثلاثين وللكرة الطائرة عام الف تسعمية تلاتة وثلاثين اللعبتين دول دخلوا عن طريق اندية الجاليات الاجنبية في مصر في منتصف العشرينيات من القرن الماضي وكان من جيل الرواد في فريق كرة السلة عبد المنعم وهبي وعبد العظيم العاشري وغيرهم الجيل ده هو اللي قاد اللعبة وساعد على تأسيس اتحادها وعبد المنعم وهبي اصبح فيما بعد رئيس للاتحاد الدولي لكرة السلة وعبد العظيم عاشري كان رئيس اتحاد السلة ورئيس اللجنة الولمبية المصرية وذكرت المجلة في عددها الثالث الصدر اول يناير الف تسعمية اربعة وثلاثين ان فريق الاهلي لكرة السلة وصل للمباراة النهائية لدور منطقة القاهرة وفاز بالمركز التاني طيب الكرة الطائرة بالاهلي حكايتها ايه؟ اتكلمنا عن كرة السلة ونشأتها في الاهلي طيب الكرة الطائرة الكرة الطائرة بدأت بنشاط بيقودوا لعيبة كرة القدم وكرة السلة واول فريق اتكون من ثلاثة من لعبي كرة السلة احمد شعير وعزيز برسوم وعبد المنعم وهبي وخمسة من فريق كرة القدم هما مين بقى محمود مختار التتش ومحمد علي رسمي ومصطفى كامل وعزيز فهمي واخوه محمد فهمي والاتنين اشقاء لمراد فهمي اول سكرتير للاتحاد الافريقي لكرة القدم والد المهندس مصطفى مراد فهمي اختفت من مصر دلوقتي كل الفرق اللي مارست اللعبتين في الفترة دي وما استمرش منهم الا النادي الاهلي عشان يكون النادي الاهلي اقدم فريق في مصر مارس كرة السلة والكرة الطائرة ولازال يمارس اللعبتين حتى النهاردة